السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعين جميعا على قناة InfoTekforio معكم مروة سليمان وفيديو جديد فيديو إن شاء الله يكون مفيد على قناتنا النهاردة هنستكمل مع بعض الأوامر الخاصة بكلوت ومكتبة الأوامر النهاردة مع أمر جديد وهو الwebsite wizard الأمر اللي بيستخدم فيه create one page websites based on user specifications والwebsite wizard من الأوامر اللي أنا شايفة أن هي هتوفر وقت ومجهود على الناس اللي بتشتغل في مجال البرمجة أو في مجال القودينج خصوصا البيجينرز أو المبتدئين ما بتكلمش عن الناس الأكسفرت هنشوف مع بعض الأمر ده ممكن أنا أستخدمه إزاي داخل تروح للقول بشكل عام وحنلاقي هنا الwebsite wizard create one page websites based on user specifications تعالوا نشوف الأمر بيعمل إيه الأمر ده كده من اسمه متعلق بالwebsite بينشئ one page websites based on user specifications حسب أنت كيوزر حتقوله أعيزه في إيه هنا هو بيدي لك مثال your task is to create one page website based on the given specifications التسك بتاعك أن أنت تعمل one page website أي معلاء أنه يكون HTML file with embedded JavaScript to CSS الwebsite should incorporate a variety of engaging and interactive design features في interaction interactive design features عشان كده بJavaScript such as drop-down menus في dynamic tickets to content clickable buttons الحاجات دي كلها تكون موجودة في وتأكد أن الديزاين visually appealing responsive user-friendly friendly بالنسبة للuser زي ما قلت لك باستخدام HTML CSS وJavaScript ويكون well structured وorganized وreadability كل الكلام ده لازم يكون مضبوط فيه هنا دي الوظيفة بتاعته بعدين حتبتدي تقوله كيوزر create one page website for an online learning platform دي اسمها the online learning platform with the following features and sections حتحط fixed navigation bar fixed navigation bar اللي هو navigation bar اللي بيبقى فوق ده بيبكون في الحاجات دي هنا math والscience والlanguage والarts وحنا نغيرها دلوقتي مع بعض وفي كمان search bar a hero section with a video background showcasing في video background في حاجة اللي هو hero section هبقى في video background وحيكون في dynamic tagline rotates ده حتتتعمل بجواسكريبت learn at your own pace discover new passions expand your horizons every three seconds بتحدد كمان تظهر امتى وكمان في get started button والfeatured courses بتكون موجودة وinteractive learning path section كمان وpotent to start the quiz وكل بقى الحاجات اللي انت طالبها فيه هتكون موجودة بالمنظر ده كده محطوضة في نقاط هنا بيوريك الexample output الoutput بتاع الكود هيكون شكله عامل ازاي الاول تعالوا ناخد الكلام ده وننفزه على cloud انا خدت الكلام ده وحطيته على الورد ما حبيتش بس اضيع وقتكو وعملت فيه شوية تعديلات بسيطة جدا شلت بقى الحاجات اللي انا مش عايزاها اولا حطيت الonline learning بلاتفورم بتاعتي اسمها infotech for you هنا حطيت الnavigation bar عايزة فيها course categories icdl course ic3 course ai web sites video editor software مثلا يعني هنا انا عدلت خالص links to courses او الحاجات اللي انا عايز اودي الناس عليها ممكن تكون playlist عندي على القناة فهنا الناس اللي حتدوس على اللينك ده هتروح على playlist بتاع القناة على طول وحعمل شوية تعديلات بسيطة ممكن start كويس حسيب الباقي زي ما هو بس انا عشان اوريك ان انت ممكن تغير وهو الهدف ان انت تعمل customization انت مش هتاخد copy paste كده لا انت لازم هتعدل هتعمل customization على حسب الpage اللي انت هتشتغل عليها او landing page اللي انت هتعملها مثلا على سبيل المثال انا كمان بفترض ان انت ما عندكش website وان انت هتعمل landing page فعايز landing page بسيطة هترفعها على يعني على الانترنت بعد كده من خلال مثلا domain او من خلال github ودي حاجة تانية ممكن نبقى نتكلم في ان احنا ازاي ممكن نرفع الpage دي على github بازن الله في فيديو بعد كده فالموضوع كله عايز برضو ان انت تكون عندك يعني اساسيات بسيطة جدا في الجزء ده علشان تكون فهمه ماينفعش واحد ما يكونش عارف اي حاجة عن ويبتدي يخش يعمل الكلام ده لا لازم تكون انت في البدايات عارف اعمل اي بقى حبتدي بعد التعديل ده حاخده على cloth علشان ينشئ لي الكود اللي انا عايزاه اللي انا بعد كده حاخده على اي text editor وليكن هنا visual studio code اللي عندي على الجهاز لو انت عندك واحد تاني atom مثلا نستخدمه وحبتدي ان انا اشوف التطبيق العملي للموضوع ده عامل ازاي الاول ننشئ الكود وبعد كده نروح لل visual studio يلا بينا نروح لكلود علشان ينشئ لي الكود هاخد الكلام ده ctrl c وحاخد منه copy واروح على cloud انا اخدت الكلام ده وحطيته على الورد ما حبيتش بس اضيع وقتكو وعملت فيه شوية تعديلات بسيطة جدا شلت بقى الحاجات اللي انا مش عايزاها اولا حطيت الانلاين لرنج بلاتفورم بتاعتي اسمها infotech for you هنا حطيت النافيجيشن بار عايزة فيها الكورس categories icdl course ic3 course ai websites video editor software مثلا يعني هنا انا عدلت خالص links to courses او الحاجات اللي انا عايزة اودي الناس عليها ممكن تكون بلايليست عندي على القناة فهنا الناس اللي حدوس على اللينك ده هتروح على البلايليست بتاع القناة على طول وحعمل شوية تعديلات بسيطة ممكن هسيب الباقي زي ما هو بس انا عشان اوريك ان انت ممكن تغير وهو الهدف ان انت تعمل customization انت مش هتاخد copy paste كده لأ انت لازم هتعدل هتعمل customization على حسب البيج اللي انت هتشتغل عليها بسيطة هترفعها على يعني على الانترنت بعد كده من خلال مثلا domain او من خلال GitHub ودي حاجة تانية ممكن نبقى نتكلم في ان احنا ازاي ممكن نرفع البيج دي على GitHub بإذن الله في فيديو بعد كده فالموضوع كله عايز برضو ان انت تكون عندك يعني اساسيات بسيطة جدا في الجزء ده علشان تكون فهموا حبتدي بعد كده اعمل ايه بقى حبتدي بعد التعديل ده حاخده على cloud علشان ينشئ لي الكود اللي انا عايزاه اللي انا بعد كده حاخده على اي تاكست ادوتور وليكن هنا ال فيجوال ستوديو كود اللي عندي على الجهاز لو انت عندك واحد تاني اتوم مثلا نستخدمه وحبتدي ان انا اشوف التطبيق العملي للموضوع ده عامل ازاي الاول ننشئ الكود وبعد كده نروح للفيجوال ستوديو يلا بينا نروح لكلود علشان ينشئ لي الكود هاخد الكلام ده كنترول اي كنترول سي وهاخد منه كابي وروح على كلاود بعد كده انتقلت الى كلاود وفتحت وان شاد كل الموضوع ده اختصارا للوقت حطيت الكلام بتاعي اللي انا جايبه من word ال customization اللي انا عملته بالامر الاساسي وابتديت بعد كده اقول له enter فاعطاني الكود بتاعي الكود بتاعي بما يتناسب مع الwebsite او الone page اللي انا عايزاه زي ما احنا شايفين الICDL كورس الIC3 كورس كل التعديلات اللي انا عملتها ممكن بقى انت تعمل شوية تعديلات بسيطة في الكود من خلال الvisual studio هبتدي حط فيديو وحبتدي حط صورة اواريك ازاي ممكن تعمل الكلام ده بمنتهى البساطة وحيتنفذ ازاي الكلام ده بشكل عملي هنروح بعد كده ناخد الكود ده ناخد copy ونبتدي ان احنا نروح للvisual studio text editor علشان نشتغل عليه بعد كده انتقلت لي الvisual studio وفتحته وعملت file new text file وعملت له save باسم info text for you landing page dot html extension بتاعها علشان افتحه كويب page وبعد كده هروح control v احط الكود بتاعي زي ما احنا شايفين حطينا الكود بتاعنا هنا بقى حبتدي ان انا احط حطيت انا شلت الجزء بتاع placeholder وحطيت فيديو الفيديو ده مفروض عندي على الجهاز بتاعي وممكن كمان تحط صورة عندك على الجهاز تشيل الجزء المتعلق بالimage placeholder وتحط انت الصورة حتى داخل visual studio لازم تعمل بالصور والفيديوهات اللي انت عايزها هنا مثلا ممكن تبتدي تروح تحط هنا اللينك الخاص بالكورس بتاعك انا بس هعمل example في link واحد بالمنظر ده كده وحبتزي ان انا ان انا تشوف بقى الكلام ده بشكل عملي عن طريق ان انا هعمل right click وقول open in default browser علشان نشوف الموقع بتاعنا هنا ده الشكل النهائي للone page بتاعتي website زي ما احنا شايفين ادي navigation bar في search كمان زي ما احنا شايفين والفيديو اللي انا حطيته ممكن ما يكونش متناسب قوي مع الموقع ان هو education platform ولكن ايضا الحاجات اللي اطلبت اتعاملت هنا انا حطيت link للICDL course فعلته فحيوديني للplaylist الخاصة بالكورس بتاعي هنا كمان تقدر انك انت تفتحها في new tab لوحدها من خلال برضو text editor الكلام ده مش هنخش فيه والموضوع فعلا جميل جدا وسهل وعملت انت one page website بمنطقة البساطة ودت الناس على زي ما قلت لك البلايليز بتاعتك ودتهم على youtube channel بتاعتك اللي انت عايزه تقدر انك انت تودي الناس عليه من خلال one page website وان شاء الله بإذن الله في فيديو من الفيديوهات هنشرح ازاي ان انت ممكن ترفع الموقع لو انت حابب لمجاني تماما ده ممكن نتكلم في وقت تاني ان شاء الله نتكلم عن الجزئية دي انا بس بوريك الباور بتاعلي اي وصل لحد فين الحاجات دي ممكن توفر عليك وقت ومجهود وفلوس وحاجات كتيرة جدا اشوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى وقالك في نهاية كل فيديو لو انت استفدت من الفيديو بتاعنا متنسى تشعر ونسابسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولو كنت من متابعين الاعزاء ما تنساش الشير واللايك والكمنت اشوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته